السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ردوان رمضاني يقتر الشامع على دنيا باطمة قبل أن ندزل التفاصيل أكثر لا تنسوا اشتركوا في القناة لكي نوصلكم دائما الجديد تدوينة حديثة للإعلام ردوان رمضاني خلقت واحد جدل كبير عبر المواقع التواصل الاجتماعي عقب اتهامه بتقتير الشامع على فنان دنيا باطمة وجاء في تدوينة ردوان الرمضاني التي تقصمها صباح يوم ثلاثة عبر حسابها الرسمي على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أكبر كاريتة بعد الجفاف وندرة المياه هي من اللي يرجعوا كيغني وأكبر غلطة في حياتي في الكباريهات ديال المغرب والطم الكبرى أنهم كيغنيوها بالإيقاع ديال عطاه وعطاه العاصر عطاه الفنانة دنيا باطمة ماسك تتلو شي تاهية جوباته قتلوا مع الآسف ما كنجوبش العيالات مساء الخير ويذكر أن قد جرى لاحقا تدوين تدوينة ردوان الرمضاني على نطق واسع عبر عدد الصفحات خاصة بأخبار الفن والمشاهر على التطبيق تبادل الصور الأنستغرام وستتعرضه لهجوم كبير من قبل متابعي هذه الصفحات من الجمهور فنانة المغربية دنيا باطمة ويشار إلى أن دنيا باطمة كانت قد أدت أغنية أكبر غلطة في حياتي في إحدى حفلاتها الغنائية الأمر اللي دفع زوجها محمد ترك إلى رد عليها بنفس الأغنية وذلك في أحدث البات المباشر له على حسابه بالأنستغرام والذي واتقى لحظة رميه لصور الفنانة المغربية داخل علبة كارتونية أغلقها ودفعها برجله مكتفية بالاحتفاظ بصورة لابنته حلاء وغازل وتابع محمد ترك توجيه رسائل لزوجته وذلك من خلال غنائه لأغنية تقول كلماتها أكبر غلطة في حياتي حبيت وحدة وطية وزاد تابع أتقد قل إلى هنا وصلت الرسالة شكرا وشكرا بزاف أعتقد هذه تبقى للذكرة على الأقل أنا احترمت البلاسة ودرتها في الدار معاش في الكبارة بالنسبة لقضية الطالق كانت في المحكمة الأسرة بمراكش صباح يوم الاثنين النظر في القضية الطالق الشيقق التي رفعتها الفنانة المغربية دنيا بطماء ضد زوجها المنتج البحريني محمد ترك وحددت المحكمة التاريخ 21 من شهر نوان بير المقبل موعيد جديد للنظر في دعوة طالق الشيقق التي رفعتها الفنانة المغربية ضد الأب الأطفال ديالا أو الباناة ديالا من جهة أخرى أفدت مجموعة من التقارير المتطابقة حضر الفنانة المغربية متخفية بلباس النقاب إلى المحكمة وذلك بالتفادي الصحافة التي حجت أمام المحكمة ومحمد ترك حضر إلى المحكمة بسطرة كلاسيكية وقميس أسود وغادر المحكمة مرتضي النظرات الشمسية سوداء وامتانى على الإدلاء بأي تصريح للوسائل الإعلام كما أن المنتج البحريني محمد ترك متابع في حالة صارح في قضية أخرى كانت قد رفعتها ضده دنيا بطمة والتي اتهمته من خلالها بالخيانة والابتزاس ويجدر بالذكر أن خلافا كبيرا قد نشب بين دنيا بطمة وزوجها وهو الخلاف الذي تجهله أسبابه إلى حدود اليوم الأمر الذي دفع الفنان المغربية إلى تغيير إدارة أعمالها وإصرارها على عدم الصفحة عن زوجها وواليد ابنتيها رغم إصراره على طلب الصفح منها والعودة إليه مرارا عبر حسابه على المواقع التبادل الفيديوهات والصور الأنستغرام وذلك قبل أن يغير سياسته عبر التطبيق نفسه ويعمد على مهاجمتها هنا فنكن وصلنا إلى نهاية الفيديو ومع سلامة في فيديو مقبل إن شاء الله موسيقى